وفي سياق آخر أكد السيد أنتون أصفر مندير كاريتاس القدس أن هناك حاجة قسوة إلى توفر الأدوية والخدمات الطبية والغذاء إلى سكان غزة وأن الكثير من النساء والأطفال هناك يعيشون في حالة غياب أمن غذائي وذكر بأن هذه الأوضاع تشمل أيضا الضفة الغربية والقدس الشرقية وبقية الأراضي الفلسطينية ولفط أنتون إلى أن هناك كوادر يزيد عددها عن 75 شخصا يعملون في غزة سواء في مجال الخدمات الطبية أو توزيع المساعدات والاحتياجات المادية وفي حديثه عن الضفة الغربية والقدس الشرقية تحدث أصفر عن ترد الأوضاع بشكل متزايد بسبب الحرب الدائرة في القطاع وذكر مدير كاريتاس أن الحجاجة يشكلون دعما للأوضاع الاقتصادية لكثيرا من العائلات المسيحية التي تعمل في مجال السياحة الدينية والأعمال الحرفية داعيا الأبرشيات والرعاية إلى العودة للأرض المقدسة والحج إلى بيت لحم والقدس